أنت بالنسبة إيه لك يعني أهمية القيامة شو بتعني لك أنت كرشة؟ أهمية القيامة أن أنا إيماني ثابت في إله لا يتغير لا يبدل كلامه أمين الله مش بيبدل كلامه الله ما عندهوش ناسخ ومنصوخ مش ضعيف الله إله قوي إله كلمته وحدة إله ثابت إيماني ثابت عليه المسيح قال أنه سيصلب وأنه سيدفن وهيقوم في اليوم الثالث وهو ده اللي حصل بالزبط وعلشان كده أنا عندي إيمان أن أنا خطايا غفرت أنا عندي إيمان أن أنا هكون معاه في السماء أن أنا هقوم زي ما هو قام أن أنا هلبس البر وهكون في محضر الله وهو ده الأساس بتاع الإيمان بتاعنا وعلشان كده أنا مستحيل أنا إيمان يتهز أنا مستحيل أروح أدور على إيمان تاني أجري وراه أو حد يشككني في إيماني أنا المسيح اللي هو قاله عمله وعلشان كده هو ده أنا ليا ضمان فيه تحياه في السماء معاه ونفسي في آخر لحظة أقول كلمة واحدة لإخواتنا المسلمين النهاردة أنت لازلت في رمضان بتطلب ربنا من كل قلبك بتدور على الحسنات اقبل المسيح اللي بيديه قدسته وبره علشان تقدر بدل ما تلم حسنات تلبس رداء البر الكامل رداء القداسة اللي فيه نقدر أن احنا نشوف الله نعاين الله تعاينه وتكون معاه في محضره في الحضرة الإلهية وده يعني رجاء مني ليك في الوقت المبارك ده اشتركوا في القناة